السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة عالم مع واطف كانت مني يلقاكم الفيديو باحسن الاحوال و بصحة جيدة اليوم ان شاء الله سنشرق معكم كيك بالشوكولات و الكراميل من اروع ما يكون الكيك اسفنجي و معلق بهذا الكراميل وحد المداق اللي اكتر مرائع ان شاء الله تجربوها ستعجبكم بزاف دوزو مباشرة المكونات مع الطريقة بالتحضير بالنسبة لمكونات الكيك سنحتاج ثلاثة الحبات البيض 8 جرام من سكر الفانيلا رشة من الملح و كأس غير مملوء من السكر حبيبات ما يعادل 150 جرام و سنخلط هذه المكونات مزيلا انا سنستعمل فقط الطراب اليدوي و اللي سنستعمل الطراب الكهربائي سيبقى لها الاختيار كنطرب البيض مع السكر من بعد غادي نضيف نصف كأس من الزيت ما يعادل 100 ميلي و نرجع نخلط هاد المكونات مرة اخرى و كيف العادة في جميع انواع الكاكل المكونات اللي كنتستعملوا فيه خاصة تكون بدرجة حرارة المطبخ من اللي طربت مزيلا دابا غادي نزيد الحليب عندي نصف كأس من الحليب ما يعادل 100 ميلي و نرجع و نطرب مرة اخرى من اللي غادي نساجموا المكونات غادي نضيف الدقيق الابيض عندي كأس و نصف ديال الدقيق الابيض ما يعادل 150 قرام بطبيعة الحال الدقيق ضروري كنغرب له و غادي نخلط مزيلا بالنسبة لهاد المقدار اللي عتيتكم ديال الكاك فهي مضبوطة و هي اللي كنحضر بها دائما الكاك ديال الشوكولة دابا غادي ندير الكاكاو المر فغادي ندير جوج ملاعق كبيرة ديال الكاكاو المر و حسا هو غادي نغرب له موسيقى و كنخلط حتى كنساجمو جميع المكونات و اخر حاجة غادي نضيف هي خميرة الحلويات ف هادي اللي كنستعمل انا ديال اللي يدل فيها 15 قرام اما إلا كنت عندكم الخمارة ديال 8 قرام غادي ندير الجوج بالمجموع 16 قرام و كينا حتى الخمارة واحدة غير واحدة فيها 16 قرام حتى هي ممكن تديروها فغادي يبقى لكم الاختيار بين 15 و 16 راه بجوج بهم نفس النتيجة و القوام ديال الخلاة كيجيب هاد الشكل كتشوفوا معايا ما تيكون شغيل خصوصا هاد الكاك هدا اللي تيكون ديال الشوكو لو كنديرو فيه الكاكاو ما نديروه شغيل ضروري نخليو شوية خفيف باش كيجينا الكاك خفيف و زوين صافي دبا عندي الخلاة تواجد مباشرة كنجيب المول اللي غدين طيب فيه هدا عندي فيه 26 سنتيم و كندير فيه الخلاة انا فرجت فيه لتحت الورق اما الى كنتو كتدهنوا المول ديالكم بالزبدة و الازيت و كترشوه بالدقيق فضروري كتوجدوه هو الول وجدو المول ديالكم هو الول عاد وجدوه الخلاة باش غير كتديرو الخلاة مباشرة كتديروه في المول و كتدخلوه الفران انا هدا ما كندهنوش كنديروه غير تحت ديالو الورق صافي و دبا غدين ندخلوه الفران باش غدين طيب و غدين ندوه باش غدين جد الكاراميل هاد الكاراميل بجوج مكونات فقط وسبق لي و حضرته معاكم في الكاك ديال الكاراميل مايو عاديل مية وخمسين جرام و كنحطوه على النار و كنخليوه حتى يدوب تماما و كيبلي عندو اللون ديال الكاراميل كنتأكدو انه داب تماما و كيبلي عندو هاد اللون هادا من بعد غدين اخد علبات الياغورت تبيعي بدون سكر و غدين ضيفوه في الول من غدين ضيفوه ضروري ذلك السكر كيرجع كيقصاح و كيبلي بحل الحجر كيرجع كيحجر و لكن من بعد كنخليوه معا على النار مهيلا و احنا كنحرركو حتى كيرجع يدوب تماما خاصنا نتأكدو انه داب تماما كياخد تقريبا جوجد دقائق و تيكون واجد انا من اللي صفي وجد الكاراميل هادا الاضافة ضفت القرقاع تقدروه تضيفو اللوز و تقدروه ما تضيفو والو انتو ما غدين يبقى لكم الاختيار انا هاداك الاضافة ديال القرقاع غير بغيت في الكاك دي هكا شي حاجة اللي تكون مقرمشة المهم بغيت انتو ما تديرو بغيتو ما تديرو شماشي مشكله اما تديرو القرقاع ولا اللوز و اللي بغيت تخلي غير الكاراميل هكا كاك بوحده رحته غادي يجي زوين دابا غادي ندوز هكا الكاك من اللي طاب و خليه حتى برد غادي ندير فيه توقب بهذا الشكل هذا انا استعملت هادي ديال العسل و غادي ندير بيها توقب بهذا الكاك نحاولو التوقب ما توصلونش حتى التحت تقبو حتى الطبقة التحتانية غير من الفوق توصلوها حتى تقربوها وتحبسوه باش من بعد هادوك التوقب هما اللي غادي نديرو فيهم الكاراميل انا ملأت هادوك التوقب بهذا الكاراميل اللي معاها القرقع اللي درس معاها انا القرقع المقطع ديال فيديو التمسح ليه المهم رابقيت عمرت هادوك الحفيرات كاملين بالخلاة ديال الكاراميل اللي درس معاه القرقع ودابا وجد القاناش اللي فيه مية جرام ديال شوكولة السوداء دوبتها في حمام مريم والذي دوبتها في حمام مريم وضفت ليها اما تضيفو ديسر شوكولة او لدانات شوكولة اللي متوفر عندكم وكن خلطهم زيان وصافيك يكون عندنا القاناش واجد كيجي المطاق دياله ببنيل وساهل في التحذير وغادي ندهن به الكاك غادي ندهن الوجه وغادي ندهن حتى الجوانب في الول كان دير هكا الوجه وغادي نزينه ببعض طريقة اللي بسيطة بزاف غير بالملعقة وغادي ندير هكا هاد الشكل من بعد غادي ندهن حتى الجوانب وانتو ما غادي بقى لكم الاختيار تديروا طريقة ديال التزيين اللي بغيتو على حسب الرغبة ديالكم وهادوك الجوانب غادي ندير فيهم الحبيبات ديال الشوكولات او اللي تقدروا تديروا لوز ولا مكسرات اللي بغيتو وبالنسبة للطريقة ديال تحذر ديال الكراميل تقدروا تحذروا باي طريقة كتناسبكم ماشي بدرورة تديروا نفس الكراميل اللي حضرت انا لو عندكم شي طريقة كتناسبكم معينة تقدروا تديروها كين بزاف طرق ديال تحذر ديال الكراميل كين بالحليب وانشا كين بالكريمة السائلة فكل السيدة تحذر بالطريقة اللي كتكون معتامدة عندها وهذا هو الكيك ديالنا من لسالة التزيين دياله يجي الشكل دياله بحلقة انا را قطعتوه مباشرة ما دخلتوش للطلاجة حتى تبرد هذك القاناش كنت شوية مزروبة فما دخلتوش للطلاجة المهمتو ما خلي واحدة يبرد هذك القاناش على خاطره الشكل ديالها كيجي بحلقة كتجي من الداخل رائع بزاف هذك الكراميل وحتى هذك الجوزة او القرقاع اللي درت كيعطيها شكل ومدق زوين مهم اللي بغت تديرو اللي ما بغاش تكتافي فقط بالكراميل او لا تعود القرقاع باللوز حتى هو غديجي زوين بزاف الكيك يجي اسفندي ومعلك بهذك الكراميل شوكولة مع الكراميل كيجي المدق دياله ولا ارواع فكانت هذه الوصفة دياليوما كنت منتنا الاعجاب ديالكم وان شاء الله نتلقاه في وصفات اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة